موسيقى 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 بالنسبة لهاد النقطة اللي طرقتلها ديال التدخول ديال ديال الجيش الملاكي في القرقارات التدخول يعني في محلو لا في الوقت ولا في الطريقة لأن كان المغرب يعني كان تريت كان تريوت وكان تعقول يعني ما جاش وتدخل يعني أي دولة لقبت إسبانيا ولا أمريكا وقد ستقطع الطريق للصادرات ديالها فمع 16 المجلس الأمن يعني غد يكون تدخل في الحين هذا شي احنا كنا نعرفه فالمغرب يعني كان تريت وكان مشاورة مع الأمم المتحدة وكانت تدخلات وكانت عدة أمور والقرار ديال صاحب الجلال يعني كان في محلو وما يمكنش دولة تقطع نساس الصادرات ديالها وهي البوابة الإفريقية بهذه السهولة وما تدروا له يعني ما تبقاش دولة عندها لا الهيبة ولا ولا القيمة ديالها فهذاك شرايان اقتصادي مهم يعني هناك في المنطقة في المنطقة المكناس الناس يصدروا المواد يعني من المكناس الباصار يعني من الموارد اللي كانت في مكناس اللي كانت تصدر الإفريقية فيمكنش ما يمكنش يتقطع الأرزاق ديال هاد الناس وديال هاد الفلاحة وديال الجاميع يعني بواحد طريقة اللي غير مشروعة وغير قانونية فهذا التدخل يعني هو واضح وفي ما حلوه وفي الوقت دياله فهذا من الجانب يعني السيادة المغريب وبالطبع الجانب الاقتصادية هذا المغريب عنده بعد أفريقي اللي واخد تشتغل عليه واللي يعني في السنوات الآخرة وبالشهادة الجميع انه كان واحد الامتداد كان واحد الارتباط مع أفريقيا اللي يعني الحمد لله عطى الثمار دياله لا بالنسبة للمغريب لا بالنسبة لهذه الدول الأفريقية فدبا احنا في هذه الظروف باش مع الجزائر النوضو احنا يكون واحد الحوار واحد البعد اقتصادي نتذكروا عليه والآن كنشوفوه كيفاش الصين غادي تدير واحد تكتو الاقتصادي غايكون أكبر في العالم مع الدول اللي مجاورة لها فالناس خدامين يعني في المصلحة ديال الجميع وحنا يا غادي نوضو يعني مع هذا دبا مع الجيران ديالنا في واحد الصراع اللي ما غايكون في مصلحة حتى شي واحد فهذا يعني ما تدير للإخوان في الجزائر يراجعوا رأسهم يراجعوا الأمور ديالهم ما يمكنش يعني بقاوي ساندوا واحد القادية اللي ماشي ديالهم كاين ما يصر كاين مع هذا البوليزاريو فالهذا تدير لخصوم شوية إذا ما يرجعوا الواقع ويكون واحد نداء ديال المتقافين والاقتصاديين يقلسوا قاع في حوار مع إخوان الجزائريين وفي هذه الطريقة لا تدير المصلحة فالوقت اللي تنشوف دولك تتكتل اقتصاديا وكانت يعني هنا كانت واحد نداءات يعني واضحة لصاحب جلالات يعني ماشي تفتح الحدود بش بش يكون حوار ولا أكثر يعني وما غادي في هذه القادية اللي يديرين بأن المغرب هو ذك العادو وهذا مع مر يكون واحد القطب الاقتصادي كبير فالوقت أن الناس يعني في الاتحاد الأوروبي إلى آسيا كل شي تكتورات اقتصادية ونحن هذا بقى كانت واحد يستعرض أسلحة دياله والوقت يعني ما بقيتش ديال الممارسات اللي كانت يمكن في الستينات وفي السبعينيات اشتراكي وشيوه لما الآن الوقت بدلت أنا يتدري حتى العامل ديال السن ديال القادخس ويترهارات يعيشين في واحد الوقت اللي ما بقى ديال الحروب وديال الاستفزازات اللي الآن دبا ولا اقتصاد ولا تكون رؤية جديدة الحوار تعطي كل شي ويكون واحد الحوار ويكون واحد نبني واحد المستقبل للمغرب العربي ماشي ندخله في واحد الحروب اللي غا تترجع بابابابا يعني بابابا بالسؤل جميع يعني عندنا هالظروف ديالكورونا عوض ما نحاربوها من التفتوح اقتصادي وتكون عنا واحد النمو اللي احنا المغرب للجيران ديالنا اللي تتعتبر واحد جوجة النقاط غا تزاد في الاقتصاد إذا تفتحت الحدود فالسؤال الحد كان هذه الممارسات اللي ما غداش في هذا الاتجاه فبشر رجع للسؤال ديالك تأثير ديالكورونا راه هو تأثير عالمي كين ديون كين مشقات غادي يواجهها جميع الدول وبالنسبة للمغرب الحمدلله كين صعوبات باش ما نقولوش ولكن يعني هاد الحمدلله ما زال ليه تساعة وتنتمنى وتبقى الأمور تحت السيطرة تقريبان والانخيرات للمواطنين وديالجاميع باش إلا إلا مشاة خرجات على السيطرة ورجع نعود لواحد الإغلاق فغادي تكون كارتا على الاقتصاد وعلى المواطنين فتنتمنى باش نتخطى هذه الفترة اللي صعيبة تنشوفوا الآن أوروبا مغلاقة فرنسا إسبانيا ما زال عادي يشوفوا كي غادي يحيدوا هذا الإغلاق بشوية بشوية حنا الحمدلله ما كانش واحد الإغلاق تام كان بعض المدون اللي تيكون فيها يعني واحد شبه إغلاق للضروف والارتفاع اللي حادثت لي فيها تنتمنى باش يعني الأمور تتطور الأحسن وما يكونش واحد الإغلاق تام وينتعش الاقتصاد مجديد فإلا كان هذا يعني استمرت هذا نقوله التبدبدو باقتصادي ولا هذا تعطر الواحد يعني شهرين ولا تلتشهر على ما يخرج هذا اللقاح والناس يستعملوه فهذا يمكن السنات تنقد يعني اقتصاديا المغرب هو يعني سبق لهذا تلقيه باش باش زيما يحاولي يواجه هذه الظروف اللي صعيبة تيظهر لي زيما أنا متفاعل إن شاء الله إلا كانت الأمر مشات مزيانة وكان هذا فقدير رجعوا لاقتصاد كي كنا ويكون ذاك الانطلاق ديال 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 يعني هاد النهضة الاقتصادية اللي كين يعني الصندوق ديالها وكين طريق ديالها غيه يخصنا ننضله موسيقى 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 موسيقى